كلمة وحشة قوي أنا ما بحبش أسمعها ما بحبش أسمعها في أي حتة في الدنيا ما بحبش أسمعها كمان لو في قصة حب بتوجع لي قلبي قوي ما بحبش أسمعها لما بيبقى في أطفال فكلمة وحشة جدا ربنا يا رب أبدا ما يخلينا نسمعها ولا نقولها في حياتنا ويحفظ لنا استقرارنا الأسري عشان المؤدى والرحمة والعشرة والحب اللي ما بيننا وعشان كمان ولادنا ما قلتش ولادنا لأول عشان أنا برفض أن فيه ناس تعيش عشان الولاد على فكرة مع أنه هو ده في حالات كتير ممكن يكون صح وفي حالات كمان من الطلاق كلمة الوحشة اللي هي الطلاق الطلاق اللي هو الصامت أن هما بيبقوا موجودين تحت سقف بيت واحد ولكن هما منفصلين في كل تفاصيل الحياة ليه وصلنا لمرحلة دي ليه بقى عندنا عدد كبير إيه اللي بيحصل وإحنا مفروض بنبقى كويسين قوي في البدايات ليه بنوصل للنهايات بسرعة تعالوا نشوف تفاصيل كتير عن الموضوع ده مع ضيفي العزيز الإنسان الخلوق جدا المستشار أحمد شلبي المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا أهلا بحضرتك وناورتين أهلا بحضرتين مرسي كمان على الإهداء الجميل للكتاب بتاع عالج مدمن وطبعا الحملة دي حملة احنا اتكلمنا عليها قبل كده وكنا مؤيدين لها جدا جدا وأنا بشكر حضرتك طبعا على الموضوع ده شكرا جزيلا لديه العفو خليني روح مع حضرتك أستاذ أحمد على فكرة إحنا يعني خليني بس نوضح للناس إحنا وصلين لغاية فين نسبة الطلاق عندنا بقت قد إيه دلوقتي وليه وصلنا للنسبة دي بسم الله الرحمن الرحيم أولا إحنا يعني نسبة الطلاق كانت عندنا وصلت في مصر لأربعة وربعين في المائة كنا الأول عالميا مصر كانت الأول عالميا في معدل وارتفاع نسبة الطلاق نزلت النسبة شوية بقت حوالي ستة وتلاتين في المائة أو تعملية وتلاتين في المائة النسبة ما نزلتش عشان إحنا علجنا الظاهرة النسبة نزلت لأن نسبة الجواز أساسا قلت آه عشان كده يعني آه إحنا ما علجناش الظاهرة لما نيجي النهاردة نقول إيه هي أسباب الطلاق إحنا ما نقدرش نحصرها إحنا ما نقدرش نحصر سبب معين للطلاق إنما ممكن نرسد أسباب ونحاول إن إحنا نحلها يعني مثلا من أسباب الطلاق عدم الثقافة عدم ثقافة الزوج والزوجة لتكوين أسرة ومسؤولية صحيح آه من نسب من رصدنا برضو لارتفاع نسب الطلاق آه السن الجواز في السن المبكر يعني لما نيجي النهاردة نلاقيه في الأقاليم في الأرياف في 12 سنة آه في 12 سنة بتجوزوا ده حقيقي طب إنت إزاي إزاي تفلة وده ده كان لسه الأزواج آه فرح على تفلين آه أطفال 13 سنة أو 13 سنة فإنت إزاي بتحمل تفل أو تفلة آه مسؤولية أسرة دي مسؤولية دي مسؤولية آه من ضمن الحاجات التانية اللي رصدناها آه عدم الثقافة آه مفيش ثقافة مفيش ثقافة ومفيش وعي عايز أقول لحضرك أننا من ضمن برضو الحاجات اللي ترصدت تدخل الأهل آه ده أساسي ده بنسبة كبيرة آه وغالبا بالنسبة 90% بيبقى بيبقى بالسلب آه تدخل الأهل آه أنا عايز أقول لحضرك على حاجة برضو من المفرقات الغريبة جدا برضو اللي رصدناها آه السوشال ميديا آه فيسبوك وتويتر يعني بيقولك ده بيتجوزوا عن طريق سوشال ميديا برضو وبيطلقوا على الفيس وبيطلقوا وبيطلقوا على الفيس يعني إحنا بنعرف حضرك بتعرفي مين زعلانة من جوزها ومين زعلان من مرأة على الفيس آه من خشلك مشاعرنا على الفيس ده من ضمن من ضمن برضو أسباب الطلاق التعنت كل واحد بيسر على رأي ومعتقد أن رأيه هو اللي صح آه نسبة الطلاق العالية آه دي أنا بعتبرها عقبة قدام آه التطور والتنمية والاستقرار طب قبل ما نخش في النسبة حذرك ما كلمتنيش عن الشق الاقتصادي وتخيلت أنه هو ده هيكون من آه من أول أسباب برضو من ضمن برضو بقنا بقول لحضرتك حنا مش مش هنقدر نحصر سبب بس أنا دايما إنه ما ممكن نقول أسباب كتير صحيح ونحاول نعالج اللي نقدر نحاول اللي نعالجه إنه ما في حاجات احنا مش هنعرفنا عليك يعني مثلا الظروف الاجتماعية ما الظروف الاجتماعية دي برضو سبب سبب برضو الظروف الاجتماعية صحيح مع صغر السن مع قائلة الخبرة ومفيش ثقافة مفيش تحمل تعرف حضرتك لو طلق تم من غير أطفال بيبقى أهون شوية ما بقتش في مشكلة صحيح يا مشكلة كلها في الأطفال يعني ما نيجي النهاردة نقول إن تسعة مليون طفل موجود في مصر كل سنة موجودين في مصر بدون أب وأم كل سنة ده رقم مهول كارسة تسعة مليون ده اندي عارفة حضرتك أغلب حالات الطلاق بتبقى من سن كم لكم أغلب حالات الطلاق من عشرين لثلاثين آه وفي أول ثلاث سنين جواز ده يا فانجين ده أنا عايز أقول لحضرتك إن مش في أول ثلاث سنين جواز ده أنا بيجي لي أضايا من أول شهرين جواز وبدون أسباب منطقية وما فيش أهل يواعوا الولد أو يواعوا البنت المفروض بيكونتوا أنا كأب وابني أو بنتي بتجوزوا المفروض أن أنا أوعيهم أو سخة أقول لحضرتك على حاجة الموضوع اللي بتكلم فيه ده موضوع شائد جدا والدليل على إنه موضوع مهم إنه أزعج القيادة السياسية آه ده الرئيس تكلم فيه الرئيس عبد الفتاح السياسي آه رئيس عبد الفتاح السياسي تكلم وقال نسبة الطلاق عالية آه نسبة الطلاق العالية دي بتؤثر بالسلب على رؤية مصر عشرين تلاتين عشرين تلاتين الشباب هم اللي حيمسكوا البلد آه وإحنا تملي بنقول إيه الشباب نص 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 نصف الحاضر وكل المستقبل آه ف يعني أقول لحضرتك مثلا التجربة مثلا الماليزية آه آه مهاتير محمد رئيس مهاتير محمد كانت نسبة الطلاق في ماليزيا ستة تلاتين في المية كانت عالية جدا عمل إيه لما لقين الموضوع ده عقبة عمل إيه عمل حاجة زي مسحات مسحات حاجة زي مسحة كده آه 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 قبل ما تروح يعني إحنا دلوقتي بس اللي عندنا في الجواز لما تجد تجوز بتروح تعمل كشف طبي ده سوري على فكرة بس المتفقية يعني هو سوري وبرضه ما يصحش يكون سوري آه من ضمن الحاجات بقى في ماليزيا علشان تتجوز بتخش دورة تدريبية لمدة ستة شهور يأهلك لأنك تفتح بيت وتبقى مسؤولة عن أسرة ويعني أطفال ومتحمل مسؤولية الطفل واتبع الطفل سواء الراجل أو الست دورة ستة شهور نزلت نسبة الطلاق من ستة وتلاتين في المية لتمانية في المية لسه ديوفي الكرام في الفقرة اللي قبل حضرتك على طول كنا لسه بنتكلم فيها فأنا اسمح لي بقى أستغل خبرتك أو أستفيد من خبرتك في فكرة لو حضرتك أستاذ أحمد شلبي هو اللي هيحط سيستم أو نظام هذا الكورس إيه أهم الحاجات اللي هتديها للزوج والزوجة أو الشاب والشاب المقبلين على الزواج تقول لهم إيه في نقطة كده معينة أولاً لازم يكون في صبر وبرضو بنصح الأهل بلاش الزواج المبكر يعني أنا ضد الزواج المبكر بس المجتمع فيه يعني المجتمعات عندنا يعني في الأقاليم خاصة في الأقاليم وفي القرى يعني آه إحنا في القاهرة مثلاً ما بتلاقيش مثلاً بنت بتتجاوز عند 14 سنة ما بتحصلش ده حقيقي إنما ده موجود في الأقاليم زي ما موجود مثلاً في الأقاليم عادة من عادات التورصاتها الأجيال إن البنت تتجاوز ابن عمها فدي عادة عادة برضو من ضمن الخاطئة النتيجة أنا المشكلة عندي حضرتك أنا المشكلة عندي في الطفل أيوة أنا معك بس ديني الكابسولة بس عشان الناس تاخد أولاً قطي لي الصبر أولاً أول حاجة ده دي نمرة واحد اتنين نمرة اتنين تكون مثقف وواعي وعندك إرادة وإصرار إنك أنت بتبني بيت كأنك داخل مشروع هاي تحط قدامك هدف إن المشروع ده حينجح لازم يكون في علاقة مواد ده ما بيني وما بين زوجتي لازم يكون في علاقة رحمة ما بيني وما بين زوجتي وما تدخلش وما تدخليش الأهل الأهل ولا الأصدقاء هاي ما تدخلش حد بينكم لو في حد تنقاش أو اختلاف في الرأي يبقى في غرفة مغلقة مش قدام الأولاد حتى مش قدام الأولاد عشان ما تصدر لهم شي مشكلة لو أنت صدرت للأولاد مشكلة أنت جبت أطفال طفل غير سوي لازم تكون المناقشات في غرف مغلقة وما حدش تحشر ما بيننا لأن بتأثر بالسلب أي بتأثر بالسلب طب سؤال بقى مهم جدا حضرتك ساعة حدوث المشكلة ما بيلاقوش سبيل للتفاهم وهي دي الكارسة بيبقوا متفاهمين أنا دايما بقول إيه إن الحلو ساعة الحلو حلو يعني إيه يعني إحنا كويسين دلوقتي الله أنا شايفك جميل الله أنت شايفني جميلة لكن الوحش ساعة الوحش بيبقى أوحش حاجة في الدين لما بيقلبوا على بعض لما بيقلبوا فأنا ما يمينيش إن الحب بيطلع ساعة الحلو على فكرة ودي قاعدة الستات كلها لو بتفهم بجد تختار الراجل اللي هو كده يختار أو برضو الموضوع للرجل برضو مش للسيدة بس هي فكرة إن أنا ساعة الغضب أتصرف إزاي برضو بيبقى أنا حداك بتشوف نزاعات كتير ومشاكل كتير عشان كده أنا عايزة أستفيد من خبرتك لما يحصل مشكلة ما بين الزوج والزوجة ما بيبقاش أسهل حاجة أنت طالق أو أسهل حاجة طلقني ما هي دي؟ السقافة اللي بقول لها حضرتك عليها أيوة بس قولي إزاي تفهموه إزاي يوصلوا لفكرة تقبل الآخر بص أقول حضرتك على حاجة مفيش مكان في الدنيا مفيش مشاكل حضرتك ممكن يكون عندك مشكلة أي حد ممكن يكون عنده مشكلة في شغله ممكن يكون عنده مشكلة مع أخوه ممكن يكون عنده مشكلة مع والده أو والدته صحيح مش معنى كده إن أنا حتبره منهم مش معنى إن في حصلت مشكلة ما بيني وما بين زوجتي إن إحنا هنتطلق لأ الطلاق لازم يكون فيه إنت كمان كزوجة إنت كمان برضو يعني المفروض برضو كزوجة متوقعش كل مشكلة طلقني 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 الكلمة متبقاش سهلة كده لا الكلمة دي ما تتقلش المفروض إن كتنا كتنا تحتوي إن تراجل المفروض إن كتنا تحتوي الأمور ومش كل مشكلة يعني نتطلق أنا عايزا الحتة تانية حتة قانون إحنا خلاص بنتطلق يعني خلاص اتنين بيتطلق ومعاهم أطفال لو معاهمش أطفال أصبح الأمر بالنسبة لنا ما بقاش في مشكلة أصلا مش أسهل هو ما بقاش في مشكلة إنما هي مشكلة كلها في الأطفال لما نيجي النهاردة في قانون بيناقش في مجلس النواب فعلا أو حيناقش في مجلس النواب بتعديلات قانون الأسر النهاردة لما أنت تناقش قانون أو حتحط قانون عمرك ما هتعرف تردي الطرفين ده حي مستحيل تعرف تردي الطرفين ده حيكون تعقيب الزوج هيباليه تعقيب والزوج هيباليه تعقيب أنا النهاردة أهم حاجة عندي مصلحة الطفل يعني كنت كزوج أخطأت أو كنت كزوج أخطأتي اللي بيتحمل الخطأ الأطفال الأطفال هما اللي بيتحملوا الخطأ فالمفروض القانون يدي للطفل حقه ويخلي الطفل هي المصطحة الأولى بغض النظر عن الزوج أو الزوجة أزل حاجة في الحضانة في المصروفات في كده في كل حاجة على الفكرة أنا عندي مشاكل كتير جدا بالنسبة للرؤية بالنسبة للإستضافة بالنسبة للنفاقة النفاقات بالنسبة يعني أقول لحضرتك مثلا من ضمن الحاجات أن مثلا لو أولا الحضانة سن الجواز لتفق الأول سن الجواز تبقى سن الجواز للبنت 16 سنة وللولد 18 سنة ده السن القانوني هم عايزين يناقشوا أو فيه ناس بتناقش أو فيه ناس بتطرح إن السن ينزل فيه ناس بتطرح إن السن يطلع دي يعني أنا عندي أنا عبا أقول 16 سنة ده أصلا قليل يعني 16 سنة و18 سنة ده ده سن قليل أو مش بعد كده بيخيروا؟ مش بعد السن ده بيخيروا؟ لا أنا أتكلم عن الجواز على الجواز لا الحضانة سن الحضانة 15 سنة أنا أتكلم على الأطفال بعد سن البنت بتقول لباباها بعد سن الجواز بعد ما بتخير يعني بعد سن الحضانة الرسمي يعني لو أنت بتخير الولد أو البنت السن 15 سنة ده بعد التعدلات إنه وتعدل من 15 سنة لازم برضو القانون يتطور تبقى من الظروف اللي احنا موجودين فيها يعني القانون آخر مرة تطور كان سنة 2000 قانون رقم واحد لسنة 2000 الخاص بشؤون الأسرة من سنة 2000 لغاية النهاردة 2019 مر تساعتاشر سنة تساعتاشر سنة دول تم فيهم إيه؟ تم فيهم إن بقى أصبح مع حضرتك دلوقتي على الميديا جروب على الواتساب فيس تويتر صح؟ إنستجرام كلام ده كله ما كانش موجود من 18 سنة فإحنا لازم نعدل إحنا لازم نعدل خاصة إنه إحنا برضو من ضمن عدم الوعي وعدم الثقافة بنستخدم الميديا غلط إحنا ما نستخدمهاش في الثقافة بنستخدمها غلط نرجع تاني لسنة الحضانة سنة الحضانة 15 سنة هم عايزين فيه مشروع قانون اللي عايز يزود أكتر من 15 واللي عايز يقلل قلهم 15 في كل الأحوال هي الحضانة في القانون الحالي اللي إحنا فيه الحضانة بالترتيب للأم وبعدين أم الأم وبعدين تروح لأم الأب وبعدين للخالة وللعمة بالترتيب كده لغاية لما توصل للأب رقم 16 طب أنت لما تيجي النهاردة ليا كأب وتقول لي أنا طبعا ده عايز أقوله حضراتك برضو لحاجة يعني لما تيجي تخير حضراتك بتقول لي لما تيجي تخير ما التفلي يتم بخمستاشر سنة لما تيجي تخير هو منطقي جدا اللي هنختار أمه اللي قاعدة معايا وعايشة معايا ومصدرها له إن أبوش طال طب أجي ناحية التانية للأب يقول لك ما أنا ما بشوفش ابني أنا ابني ما بيجيش يقعد معايا مثلا في البيت مشكلة الرؤية دي حقيقة والاستضافة الرؤية غير الاستضافة على فكرة الرؤية الفرق إيه هقول لك حضراتك الرؤية اللي هي وبرضو بقضية ودعوة وكده والموضوع برضو سخيف يعني يعني ما يصحش إن إحنا برضو ندخر أطفال محاكم يعني الرؤية اللي يا حضراتك الزوج بيرفع دعوة رؤية على زوجته أو الحاضنة يعني الحاضنة المطلقة إن هو يشوف ابنه فالمحكامة بتحكم له إن هو يشوف الطفل في مركز شباب مثلا أو في نادي غالبا بيبيون جمعة كل أسبوع مثلا ثلاث ساعات كويس؟ طيب إحنا النهاردة لو هو طفل رضيع هنعمل إيه؟ طيب هو مش طفل رضيع وهو عنده مثلا ست سنين أو سبع سنين لو الطفل رضيع هنعمل إيه؟ أكيد مش هياخده نادي ما أنا بقول لحضرتك عارفة لو امتنعتي كزوجة أو كمطلقة أو كحاضنة يعني كحاضنة لو امتنعتي عن إنك تروحي مركز الشباب أو المكان المحكمة بتحدده لو امتنعتي مرتين يتسحب منك الحضنة طيب ده إنت المفروض النهاردة بتقول إن فيه في الرؤية ما يقلش عن سن سنتين مثلا أو سن ثلاث سنين هو من حقه يشوف ابني ويقول لك أنا بترفع عليها قضية وبتاخد نفقة وما بشوفش أولاد وما بشوفش عيالي وكمان وكمان بتصدر للاولاد إن الأب مش طاقي شوفني دي الرؤية الاستضافة اللي هم عايزيني نقشوها بقى فعلا إن إن الأب برضو برضو حقه وما يجي الأب اللي عارض هيقول إن أنا أستضيف أو ابني أو بنتي يوم في الشهر ده من حقه الجد والجدة مش من حقهم إن هم يرفعوا دعوة أو يخشوا في دعوة أو ينضموا في دعوة الرؤية يعني أنت ما تشوفش حفيدك طيب خلص ماشي طبعا نقنن موضوع الاستضافة ونخليه مثلا يوم في الشهر بزبط لازم في علاقة ود الطفل زي ما بصي زي ما الطفل محتاج الأم وأنا ممكن مع الأم قلبا وقالبا لأنها بتتحمل عقبات كتير وبتتحمل حاجات كتير الزوج ما يدرش الأب ما يدرش يعملها الأب نظرا لشغله لا والسيكولوجيء طبيعة يعني الأب يعني طبيعته ليه حاجات مهام معينة الأب مش حقيقة يقدر يزحى الصبح يصحي ابنه يوديه المدرأ يلبسه يوديه المدرسة ولا يأكل ويعمل له فطار ويرجع من المدرأ ويروح يجيبه من مدرسة يعمل له غدا برضو الأب لازم لازم وجود الأم صحيح عايزين ينقشوا إيه بقى في مجلس النواب مفروض إن الزوجة أو الحضنة الحضنة لما لما تتجاوز أيوة كان عليها جادة للنقطة دي ما هي الحضنة لما تتجاوز تتنقل الحضنة عايزين ينقشوا دي أو من ضمن المقترحات تتنقل الحضنة من الأم للأب على طول طب ويفرض الأب متجاوز تتنقل الحضنة من الأم للأب على طول حتى لو الأب متجاوز يعني يعيش مع مرات أب بس ما يعيش مع زوج أم طب وده اسمه كلامة بس ده مش برضو حضرتك قلت كلمة يا جميلة إن أنت مش هترضي الطرفين أنا معك فوجة نظرك القانونية في الموضوع ده إيه وده محير أنا مش هردي أنا ما أقدرش هردي الطرفين طب الحل إيه إنما اللي أقدر أعمله إن أنا أحافظ على الطفل لا طبعاً الكلام ده مش مظبوط ما ينفعش الأم عشان الحاضنة وتتزوج أم بدل ما خليه عايش مع زوج أم عايشه عمرات أب عايشه مع عمرات أب لا هنا أرحم يعني زوج أم أرحم على الأل أمه أحن عليه طبعاً عشان كده كمان يا أستاذ أحمد أكيد حضرتك بتلاقي ناس كتير بتزوجوا الزواج اللي هو مش هقول العرفي اللي هو المدني يعني إن هي بعيني ده بيبقى فيه مسألة قانونية لو تم إثباته متهيئة لي ولا إيه لو تحت السن القانوني لو في زواج تحت السن القانوني دي الحاجة الوحيدة بس اللي فيها مسألة إن المحكمة تحت السن القانوني اللي هو سن كام 16 للبنت و 18 للولد المحكمة لا تقبل أي دعوة ترفع لو عقد لو عقد الزواج تم قبل السن القانوني إنما الزواج العرفي مع الزواج العرفي ما هو إيه الفرق بين الرسمي والعرفي إن ده موسق طب ما هو العرفي برضو حضرتك دلوقتي لو وصقوا آه اتنين جوازوا وعرفي طب ما ممكن تروح ترفع دعوة إثبات علاقة زوجية بالورقة العرفي وبتوسق وبيتخذ عليها حكم من المحكمة وأصبحت زيها زي الرسمي والجواز العرفي حتى لو ما توصقش ما هو بيزبط نسب يبقى يبقى إيه الفرق بين الجواز العرفي والجواز ما هو بيزبط نسب وبتاخد نفقات وعندنا حالات كتير ويعني الناس كلها عرفها عندنا حالات كتير وشخصيات عامة وطرح وطرح هذا الأمر وأثبتت نسب أثبتت نسب وبتاخد كمان نفقة للأطفال تاخد كل المستحبات وكان عقد جواز عرفي مش موجود كان مفقود كمان يعني كمان عقد جواز عرفي مفقود أثبتت بالدلائل وبالقرائن ما عندنا إحنا في خانون الإثبات ممكن تثبت بالدلائل وبالقرائن أو حتى بالشهود أثبتت بالدلائل وبالقرائن إن هم كانوا بتزوجين وأنجابوا طفلين تحديدا طفلين ورفعت دعوة خلع وتخلعت منه ورفعت دعوة نفقة على الأوليات وبتاخد منه نفقة طيب حديك أنا عايزة أرجع لمرجوعنا للنقطة الهمة الحديكة بتتكلم فيها اللي هي فكرة من ناحية القانونية اللي هي فكرة إن إحنا نروح فين لو الأمة تزوجت ومش هتستنى لحد ممكن حديك بتقول إن في حالات طلاق بتحصل في سن صغير جدا طيب هنا هنتصرف إزاي هنروح فين هنروح لمرات الأب ولا هنروح لزوج الأم وإحنا هنا وصلين فين في مجلس النواب برضو يعني أنا نصيحة القانون ده بالذات علشان يتناقش زي قوانين كتير بتهم آآ عدد كبير من المصريين يعني لما نيك يكلم اليوم هرده في جواز والطلاق أو في الحضانة أو في الرؤية أو في أو أو عايز أقول لحضرتك إن كوء ده بيهم تسعين فرمان من شاء بالمصري مفيش أسرة يعني ما فيهاش طلاق إن كان ابن خالو إن كان ابن عمو مش لازم أنا ابن خالو ابن عمو جارو يعني مفيش حد مفيش المجتمع كله فيه نسب طلاق الحاجات اللي بتخص المؤثرة أو الحساسة في المجتمع لازم تطرح للمناقشة المجتمعية ده أجمل شيء ممكن نختم به الفقرة وأنا الحل ده كنت أسأل حضرتك فيه هل فعلا إن إحنا زي نعمل من نقشة المجتمعية معناها زي تصويت كده أو الناس تخش تدلي برأيها وحتى نستغل السوشيال ميديا والناس تخش تقول إيه هي الحلول وأكتر حل هيبقى فيه أغلبية الناس مجتمع عليه يبقى هو ده الحل السليم سيد أحمد أنا أشكرك شكرا جزيلا كان وقتنا أولايل بس حيك أجست جدا جدا وشرحت الموضوع بشقه القانوني والإنساني وحتى المجتمعي شكرا جزيلا المستشار أحمد شلبي المحامي بالنقد ودستورية العليا أنا تشرفت حيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني فقرة ما جتش عايزة أختم بيها لأنها حاجة توجع القلب فكرة الانفصال وفكرة الهدم البيوت ولكن أنا دايما كده وكتب كتاب وبتاع امشوا الخطوات دي في الطلاق مش هد انتي طالق وطلقني على طول ربنا يديم علينا السكينة ويحفظ لنا بيوتنا عشاننا وعشان أولادنا يا رب لأنه فعلا فعلا الطفل اللي بيتربى ما بين أب وأم ومفصلين عمره ما بيبقى ساوي نفسيا مهما كانوا الطرفين حابين يصدروا له الصورة السوية لكن هو من جوا بيبقى مجروح ومقسوم نصين ما بيبقى ساوي أبدا منالكو يا رب حياة أسرية سعيدة وربنا يبرك لنا في أولادنا بكرة هيتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد أما النهاردة فإلى اللقاء وتحيات فريق العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر